نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء بشأن صدور قرار بحسف أجزاء من مناهج الصف الرابع الابتدائي الخاصة بالفصل الدراسي الثاني وبالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تم إضاح أن مناهج الصف الرابع الابتدائي كما هي دون حذف أو تغيير أي أجزاء منها وفقا لنظام التعليم الجديد حيث تم وضع مناهج متورة من قبل متخصصين في كل مادة على حدة وبناء على معايير دولية ترتبط بخطة تربوية متكاملة